في العام المقبل تأخذك وجهتك الأولى نحو أمل بالخلاص من كوابيس العام الحالي كورونا والاقتصاد والفقر والبطالة لكن تبدو الصورة مختلفة برؤية شركة الاستغاثة الدولية حيث حددت ليبيا وسوريا وأفغانستان والعراق وجمهورية إفريقيا الوسطى كأخطر خمسة أماكن على وجه الأرض الشركة المختصة بالخدمات الصحية والأمنية تجد أن دراساتها تأتي وفق المخاطر الأمنية والتهديدات السياسية والاضطرابات الاجتماعية التي يمكن أن يواجهها المسافرون إلى هذه الدول وهنا يمكن أن تكون وجهة المسافر إلى العراق ملغية في حسبان هذه القراءة الموثقة بأدلة وبراهين تنشر صحيفة الديليميل البريطانية هذا التقرير مع قرب نهاية 2020 الذي عصفت به جائحة كورونا دول العالم أجمع فيما يكشف التقرير عن أن الشركة المختصة بتقييم الوضع الصحي والأمني وجدت أن فيروس كورونا ساهم كثيرا بشكل سلبي في وضع دول في قائمة المحذر من السفر إليها في الدراسة أيضا أن أكثر الدول أمانا للسفر إليها جرينلاند وسويسرا وسلوفينيا ونرويج وفنلندا ودول أخرى قائمة يتعطش لها العراقيون أن يصنف بلدهم من ضمنها بعد أن ساهمت الصراعات السياسية والتوترات الأمنية في جعل العراق بلدا يحذر من السفر إليه نتيجة ارتفاع معيار الخطر فيه ما يتطلب علاجا للمعادلة السياسية والأمنية والصحية قبل كل شيء شكرا للمعادلة السياسية